في أول زيارة علنية للسعودية وصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة الرياض للمشاركة في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو بحسب وسائل إعلامية مسؤول إسرائيلي أفاد لوكالة فرانس بريس أن الوفد مكون من خمسة أفراد وصلوا الرياض عبر دبي للمشاركة في اجتماعات اليونسكو لتحديث قائمتها للتراث العالمي للمواقع الثقافية والتاريخية علما أنه لا توجد رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والسعودية التي لا تربط بينهما علاقات دبلوماسية المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وصف هذه الخطوة بالجيدة مشيرا إلى أن أعضاء الوفد حصلوا على تأشيرات دخول السعودية عبر المنظمة الدولية في حين أوضح أن الوفد سيبقى في السعودية طوال فترة عقاد المؤتمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري في سياق ذلك أشار مراقبون إلى أنه على الرغم من أن الوفد الإسرائيلي ليس سياسيا إلا أن الزيارة تغذي التقارير المتزايد عن تحركات للتقريب بين البلدين مرجحين أن يستغل الإسرائيليون الأمر كخطوة أولى لفتح باب العلاقات مع السعودية وبحسب هؤلاء فقد أوضحوا أن السعودية اتخذت عددا من التحركات الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة بما في ذلك إعادة العلاقات مع إيران وقد يشمل هذا الحركة الدبلوماسي إسرائيل بشكل أو بآخر وتأتي هذه الزيارة على خلفية تقارير أفادت عن مباحثات أجرت الولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين وذلك في خضم حملة التطبيع التي شملت عدة دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان